ما تزال الكثير من دواوير جماعة تدلي تعتمد في بناء البيوت على النمط التقليدي فغالبية الأسقف هنا تجهز بوسائل تقليدية وبسيطة لكنها صعبة جدا نهيئ في البداية الأخشاب الكبرى نسميها القناطر وتكون عماد السقف والقصب تعمل النساء على إعداده ثم نجهز الخيوط التي تجمعها في بنية واحدة عملية تسقيف أي جزء من البيت ليس بالعمل الهيئ إذ يستلزم زمنا في الإعداد ثم الاشتغال فقد يستغرق تسقيف غرفة صغيرة أكثر من عشرين يوما وجدنا أباءنا يقومون بهذه الطريقة من خلال الأخشاب والقصب وكذا التراب الذي نضعه فوق السقف كله فأمام غياب الإمكانيات المادية هذه الطريقة تبقى أفضل هو حال السكر هنا أمام ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا أمام صعوبة تنقيلها إلى الدواوير ما يضطرهم للتسقيف بالطرق التقليدية طريقة لها متانتها أيضا وجماليتها وبمنطقة توفيس